في مقر الإدارة العامة لمصرف الصفا عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للعام 2022 مستعرضا بياناته المالية وإنجازاته خلال العام السابق ما يعبر عن المؤشر المستقبلي للمصرف أهم ما في الاجتماع أن البنك بدأ بتحقيق الربح لأول مرة منذ تأسيسه انتقل لمرحلة الخسائر لأرباح تجاوزت المليون دولار الإيرادات نمت بنحو 30% وكذلك بالنسبة للتمويلات والودائع نمت بما يقارب 13% إلى 14% هذا إنجاز يعتبر في ظل السنة التي مرت على القطاع المصرفي في فلسطين انتهج المصرف الاستمرار في تحقيق استراتيجيته ببناء قاعدة متينة من العملاء واستحداث منتجات مصرفية إسلامية متكاملة تتسم بالشمولية والتطور وتتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية استنادا إلى خطط ممنهجة وقائمة على استيعاب احتياجات ومتطلبات السوق بما يحقق الشمول المالي يحكي للناس مصلحتك مع البنك الإسلامي أنه بعطيك ما تريد وبنفس الوقت أنه أنت ما بتخالف أحكام الشريعة الإسلامية وتحرص البنوك الإسلامية على المنافسة من خلال هامش ربح لا يزيد عن البنوك الربوية وهامش ربح معقول وبنفس الوقت مع وجود هيئات الرقاب الشرعية بترقب عمل البنوك الإسلامية تحرص هذه الهيئات والبنوك أيضا على أن تتطابق وتتوافق منتجاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء يسعى المصرف لمواصلة عملية التطور من خلال خطة التوسع والانتشار في مختلف المحافظات إلى جانب تطوير الخدمات الإلكترونية والرقمية وتوفير الخدمات التي تلبي حاجات العملاء بالصورة المثلى مؤكدا على الاستمرار بتنفيذ سياساته وخططه في التطوير المتمثلة باستكمال تطوير الخدمات